السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم خاص بالTexture Coordinate عندنا اكثر من Object وعندنا الاسفير وعندنا المكعب اللي هو الكيوب نضيفنا Principle PSDF وصلنا ب Image Texture الحديث اليوم خاص بالTexture Coordinate اللي هو هذه النود هنشوف زي هزي النود ممكن تغير شكل تكتر ازاي بنحول ان صورة يملأ راب حول الوجه ويحس تغطي جميع الوجه هكذا طيب اول شي احنا وصلنا في اول socket عندنا اسمه Generated عبارة عن انه بيتم اسقطها من اعلى الاسفل from top to bottom وحنا ملاحظين ان السطح العلوي هنا ده كده الصورة لي خلا نشوف الصورة اللي هي هزي الصورة اللي بنعمل لها apply نرجع تاني لل shaderator فاذا الgenerated يكون الصورة يتم اسقطها من اعلى الى اسفل الى اسفل في عندنا طبعا ال uv و ال object لكن دلوقتي في عندنا لو غيرنا البوكس من الفلات البوكس هتم تغير شكل texture هكذا هنا كل شيء تمام هنا هنا في تغير بسيط في سيم فممكن عن طريق البلند الكويمة تكون من point 3 هكذا فدلوقتي اصبح عندنا في السفير عندنا مش واضح ان فيه ابرع عن gradient هيا هيكون غير وقائلة لكن خلا نقول ان الكويمة من point 5 او point 4 هذا كده بالنسبة للبوكس طبعا فيه غير البوكس في عندنا السفير اظن ان هنا السفير تكون مناسب الشكل يكون مناسب في سيم واحد هنا ممكن نعمله ايضا طيب مفيش هنا بلند لكن طبعا في الكوب منتظم مثل الاسفير طبعا الاسفير لو نبص الاسفير من هذا الشكل فقط من هذا الشكل فقط في هذا المستوى ممكن نختار الاسفير طب ليه نستخدم لانها طريقة اسرع بدون بدون نستخدم الUVMAP هما بدأيا احنا لما بنمشي انصر زي ما اليكن المونكي هل بيسأل هل نختار الانصر فانا لو لغيت هذا العنصر وضفت الماتيريال ظهرت ليه لانه جنريت لكن لو غيرت UV هلحظ حاجة عندنا هنا ده كده موجود UV لانه ولا بنشوه اصلا في UV لكن هذا السفير المونكي ليه 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 موجود لو رحنا هنا ل UV هلا ليه 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 بيانات ل UV فايزا لازم اعمل له تتخلص ممكن مسلا Smart UV وهي يزيزي ظهر التجشار عليه نرجع ثاني للشيادر ايتر كده حدثنا عن الهجين ريتد فلات هيكون مستوي ممكن نستخدم الفلات الـ UV لازم نستخدم معه فلات طبما استخدمت UV لو استخدمت UV ماب لازم أختار معه الفلات الـ Object و Generated هما طريقة procedural غير الـ UV الـ Object هيكون عبارة عن الـ Scale هيحافظ على الـ Scale لكل عنصر بمعنى سوف نرى الفرر من UV و Generated انا عملت هنا Scale هكذا دعنا نضغط هكذا دعنا عملت Scale وبعكى Apply Scale هلأ ان هنا Scale أقل Scale 2.8 من 10 سوف نضغط كل عنصر مرتبط سواء كان الـ Rotation أو Position مرتبط في الـ Object ولكن هنا لو دعي جنريتد هلاقي ان الـ Texture بتزيد عندي هكذا حتى لو دعي جنريت وحطي لعملت بضيء Scale ما فيش أي فرق لكن الـ Object بيرتبط بـ Scale ويرتبط بـ Movement وهكذا بالنسبة لـ UV في عندنا هنا UV Map ده الأساسي ممكن اضيف اكتر من UV اقول ان ده كده Front واجه هنا وواجه هنا Project From View وعلى UV Map أختار هنا كده UV أختار Front اضف هنا الفرنت والباقي UVMAP فهاجي هنا اقول لنا كده Second Material ارجع ثاني اختار هنا وليكن ممكن ان اضع UVMAP او اختار هنا UVMAP هذه او الغي الاختيار الاختيار على generate بوكس وليكن او ممكن جزء من هذا العنصر هذا الجزء اختاره هكذا واقول ان ده كده another material Backside اختار image UVMAP ياتار الغي رما مواجهة المال عيش التوذي في الاسول اضيف المابنج يغير هنا الكوردينت ممكن نغير اللوكيشن والروتيشن والسكيل وهكذا ممكن نحرك في الواي او في الزد او طبع فلات فمش يتغير لكن لو كان جنريتد المابنج يعمر عن فلات اكس واي فتغيير في الزد مش يكون لو ايكمل لان ده فلات لكن لو كان جنريتد كان ممكن يكون فيه لأسير لي الزد لكن انا كان ملخص درس اليوم ازاي نتحكم في تيكتشار عن طريق الكوردينت او النود اللي هي تيكتشار كوردينت واهم النود قبل ان يختم الكوردينت ايضا فيها فيها الكاميرا والويندو والرفليكشن احنا نستخدمها النورمال ده نستخدمه بعد كاف درس لكن عادة ما ما نستخدمش الكاميرا والويندو وهكذا الكاميرا هيكون اسقاط معطر الكاميرا ان كان الكاميرا يكون البروجيكتد من الكاميرا ده كان ملخص سريع لدرس اليوم